نهاردة وزير خارجية الأمريكي بومبيو عامل جولة في المنطقة المملكة العربية السعودية وأبو ظبي كان في المملكة العربية السعودية قابل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير محمد بن سلمان خدوا على الغدى في مطعم من مطاعم جدة مطعم من مطاعم الناس لقيت محمد بن سلمان داخل ومعاه بومبيو زي ما حالكوا شايفين كده وقاعدوا اتغدوا عادي جدا طبعا الرسالة واضحة بيقولوا ان احنا هنا في بلد اه فيه ضرب وفيه مش عارف ايه ارتقى انما احنا يعني انتوا عارفين طبعا بومبيو ده كان رئيس المخابرات الأمريكية قبل كده ولما بيمشي بيمشي بحراسة غير طبيعية وغير عادية فلا ده مش في الرياض احنا في جدة وتعالى كمان واحد من مطاعم على البحر في جدة وناكل ونتكلم ونعمل مباحاتات مع بومبيو طبعا بومبيو في تقديري دي طبعا مش معلومة انما ده تقديري انا يعني دي من اصعب رحلاته لانه حيقول ايه لاخواننا في المملكة العربية السعودية والامارات حيقول لهم ايه يقول لهم احنا قلنا لكم ان احنا يعني حنوقع في الموضوع الايراني وبعدين رجعنا في كلامنا والله احنا مش حابين ندخل قوي في الموضوع ربنا معاكم حيقول لهم ايه يعني ايه هو الشيء طبعا اليافطة اللي جاي تحتها بومبيو انه انا جاي علشان يعني نعمل الامن والامان في المنطقة وهو الاخر ولكن في المفاوضات الحقيقية اما هتقعد مع محمد بن سلمان وهتقعد مع محمد بن زايد فهم فيه مطالب ان هو ينقل من الادارة الامريكية يقول له انتوا رايحين فين انتوا بتعملوا ايه خصوصا ان رئيس ترامب بقاله 3 ايام بيقول كل حاجة وعكسها ووصل لمرحلة انه قال جملة ما لقاش رئيس امريكي قبل كده يعني اللي قاله اللي قاله انبارح الصبح في انترفيو بتاعه اه دونالد ترامب يلكن ما لقاش رئيس امريكي قل لك على فكرة احنا ما لناش مصلحة في المنطقة دي وات اه احنا ما لناش مصلحة في المنطقة دي احنا عندنا البترول بتاعنا احنا مش محتاجين نفط بجد ما لقاش مصلحة في المنطقة دي وبعدين قالك يعني انا شايف انه الناس اللي قال انا على امدادات النفط في المنطقة دي يهزوا طولهم شوية ويأمنوا هو فين اليابان وفين الصين وفين دول جنوب شارعه اسيا اللي ايه عايزة البترول بتاعها يعني يتأمن ويوصل لها متأمن طبعا كلام غريب جدا فبومبيو في تأديري يعني ده لا معلومة ولا حاجة اريدتها انا دائم بحاول يعني افصل لكو الرأي عن الخبر انه في مبحثاته زي ما انتم شايفين مع وليه العهد محمد بن سلمان انه الكلام المهم انه هنعمل ايه طب احنا جايبين ايه للمنطقة احنا هنخلص موضوع ايران ده ازاي خصوصا انه امريكا قد بدأت هذا الامر وهي عازمة على انهائه وبعدين فجأة حدث تراجع كبير ماذا سيقول بومبيو للقيادات في المملكة العربية السعودية والقيادات في دولة الامارات لقاءه مع جلالة الملك اليوم ايضا ايه اللي هيتقال ده حاجة طبعا احنا ما نعرفهاش على فكرة في لقطة طريفة جدا النهاردة الامير محمد بن سلمان وليه العهد هو خارج من المطعم هو طفل قال له انا عايز اتصور معاك سيلفي هو ليه طريقة جميلة جدا على فكرة بيعمل بها الحكاية انه هو ياخد هو الموبايل ويصور لانه اوقات كتير انا حضرت الموقف ده يمكن كذا مرة اوقات كتير بيبقوا الناس اللي جاي عايز اتصور معاه مرتبكة ومش عارفين هي الكاميرا من قدام ولا من وراء فهو على طول بياخد منه الكاميرا ويقول له هات يا ابني انا اصور لك السيلفي اللي انت عايز فهو النهاردة هو بعد الغدا كان فيه طفل عايز اتصور مع الامير محمد بن سلمان هذه القيادات بتغير شكل المنطقة كلها يعني بتغير شكل البلد اللي هي فيها بتغير المناخ اللي هي فيها طريقة التعامل شيء جديد يعني دم جديد وشكل جديد في العلاقة مع الناس احسنًا 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 احسنًا